بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا وسهلا بكم في عرض جديد من عروض معارضة مية هنتكلم النهاردة في العرض السادس من عروض تطير الميان وده الجزء التاني هكلم فيه عن تركيبات منظومة الكلور آآ قبل ما نبتدي طبعا مش هينفع نقول في الجزء ده آآ زي الجزء اللي فات ان الكلام ده من جامعة آآ ديلفت او ان هو من كورس اكاديمي ولكنه آآ بناء على آآ كاتالوجات شركات آآ آآ كاتالوجات الشركات المصنعة للآآ آآ جهزة الكولور وكمان آآ حنستعين بجزء صغير كده من كورس الظريف جدا على فكرة اسمه آآ آآ وتر تريتمنت بلانت أوبريشن بتاع جامعة سكرامانتو في امريكا ده معمول للآبريتورز كورس الظريف جدا حنستعين بيه النهاردة آآ ضمن آآ العرض بتاعنا هنتكلم عن ايه النهاردة هنتكلم عن بقية اجزاء آآ منظومة الكولور يعني هتكلم عن واحدة واحدة التحويل آآ آآ سواء كامل تفريغ وبالضغط هنتكلم على منظم الفرق في الضغط هنتكلم عن محمس عدم آآ آآ الركوع هتكلم على آآ محمس كسر التفريغ هتكلم على آآ آآ المرحقات الخاصة بمنظومة حقن الكولور الغازي. وفي الاخر هنوصل اللي ايه الخلاصة اللي احنا بنحاول آآ نجمع فيها اللي استفادنا خلال العرض بتاعنا. من تاني هنقول احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ايه. قلنا في البداية ان احنا عندنا اوضة فيها الكلور تحت غاز الكلور تحت ضغط التفريغ. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن السوانات. واتكلمنا عن المانيفولت او آآ وحدات التجميع او خطوط تجميع الغاز. اتكلمنا كمان عن آآ آآ محبس آآ منظم التفريغ. اتكلمنا على الجهاز قياس ومحبس التحكم في التصرف. وتكلمنا على الإيجيكتور. ما يعني ايه? النهاردة هنتكلم عن آآ آآ الاجزاء اللي احنا آآ بقية الاجزاء اللي احنا مكلماش عليها. طبعا احنا عندنا الغرفتين هم وهم. ما فيش كلام. لكن المرة احنا هنتكلم على واحدة اللي هي واحدة التحويل الوتوماتيكي. وهنتكلم على آآ محبس آآ آآ عدم الرجوع. وهنتكلم كمان عن ترومباط البوستر. ايه واحدة التحويل الوتوماتيكي? واحدة التحويل الوتوماتيكي يا اخوانا هي آآ جهاز بيكون في المحطات الكبيرة. المحطة الكبيرة بيكون فيها آآ بدل ما خط حق نكلور واحد بيكون فيه خطين. خط اساسي وخط احتياطي. الاتنين بيكون متوصلين مع بعض لكن بيكون فيه وحدة للتحويل بحيث ان صف الاستوانات الاولاني. آآ هنفترض ان الضغط فيه قل ومبقاش مكفي ان هو يدي تصرف الكلور اللي احنا عايزينه. فبالتالي على طول واحدة التحكم دي بتحس بآآ ان الاستوانات دي فضيت فبتدي تحول على الاستوانات تانية على طول بطريقة اوتوماتيكية. والوحدة دي احيانا هي زي ما تشايفين في السورة قدامنا كده في منها بيكون آآ بيشتغل تحت تفريغ. يعني ايه? يعني بركب آآ بعد يعني احنا قلنا بيحول الضغط العالي ضغط تفريغ. تمام. هي بقى في الحالة دي بيكون فيه صفين الصناع وكل صف عليه وبعدين بعد الاتنين بيكون فيه وحدة الايه آآ وحدة التفريغ او التحويل دي بحيس بتحس ان التفريغ قل فتيجي نقل على خط الاستوانات اللي بعدين على طول. يعني آآ بتحس بانخفاض التفريغ وبنائل عليه تحس ان كده معناه ان مفيش آآ آآ غاز موجود في الاستوانات فتنقل على ايه الخط التاني. ممكن كمان انها تكون بتشتغل آآ على الضغط يعني قبل الاستوانات متوصلين بواحد التحويل واحد تحويل بيطلع منها خطوط على آآ اتنين واحد اساسي واحد احتياطي ويبقى هي بتحس لما تضغط في الاستوانات خط تبقى كده الاستوانات تبتلي آآ في ضيط فتبتلي تنقل على الايه الاستوانات التانية يعني فيه حلين يا اما دي تركب على آآ بعد او قبليه يعني تشتغل على التفريغ او بتشتغل على الضغط آآ واحدة التحويل الاوتوماتيكي دي منها آآ جزء بيشتغل ممكن نوع بيشتغل آآ كهربيا يعني التحويل ده بطريقة كهربية وفيه منها بيكون بيشتغل ميكانيكيا بسبب الضغط نفسه اللي ساعة ما الخفض بيبقى فيه جاي بينقل الايه الايه التحويل على الخط التاني بطريقة ميكانيكية طيب ممكن نبص زي ما نشايفين كده احنا عندنا واحد تحويل اوتوماتيكي اهي ركبة على الخط الحديد وبعديها فيه اتنين يعني زي ما نشايفين ادي وحدة الايه التحويل جاء لها الخطين اول ما بيحصل لان خط منهم يفضى يضغط في بي ال فعصول هي بتنقل على الخط التاني في كل الحالات الخطين دولي مطلعين على اتنين واحد رئيسي واحد احتياطي يعني واحد يبقى شغال واحد بينهم كافي ان هو يشغل المحطة والتاني اه بيكون احتياطي ليه وبعد كده زي ما نشايفين بعد الفاكهة المراجلاتور المواصيل كلها بمعنى ان كده الضغط بقى تفريغ مش اه ضغط مرتفع اه دي نوع من الانواع التحويل بالتفريغ يعني ايه نزمش فيه هنا كاميرجوليتور وصوله المواصيل الحديد بعدين مواصيل البلاستيك اللي طلعه ركب عليها واحدة التحويل هناك فيه اميرجوليتور تاني وبرضو وصله الخط اللي هو المواصيل الحديد طلعا منه مواصيل البلاستيك كده ضغط التفريغ والتنين ووصلين على واحد التحويل اللي شغالة بالتفريغ. لما التفريغ يقل يبتدي تنقل من خط للتاني. يبا احنا كده عندنا نوعين من واحد التحويل اللي توماتيكي. وممكن تتركب بطريقة تان. بعد كده هنتكلم النهاردة عن منظم الفرق في الضغط. ايه منظم الفرق في الضغط? اللي هو اه ايه الموضوع? بيتكلم يعني او ايه وظيفته. هو هو آآ بيركب بعد آآ جهاز القياس آآ اللي هو ده. بيركب بعد جهاز القياس. وزي ما انت شايفين ان هو آآ دخله ضغط تفريغ وخرج منه ضغط تفريغ. طالما هو ركب. فبالتالي هو بيكون ركب في الاوضة اللي فيها الضغط آآ المنخفض. تمام? الحاجة التانية اللي عايز نقولها ان آآ هو بيركب بس على الاجهزة اللي هي اكبر من خمساشر كيلو. آآ يعني الجهاز اللي بيدي اكتر من خمساشر كيلو كلور آآ في الساعة فهو بيركب عليها. الاجهزة اللي قال لي من كده او الخمساشر كيلو ما بيركبش عليها اللي هو آآ او اللي مكلم عليه. وظيفته ايه بقى? وظيفته مهمة جدا. هو في الاجهزة الكبيرة بياخد آآ بيتحكم في حركة البليا او العوامة بتاعة جهاز القياس بحيس انها ما تبقى سابتة. يعني بمعنى اخر هي هو بيتحكم في تصرف الغاز بحيس ان هو يكون ثابت مش متغير. ازاي? يعني مسلا قدامكم هنا في الصورة زي ما شايفين البليا عمالة تلعب على طول. ليه? لان الجهاز ده مش تراكب فيه آآ واخدين من بالكم ازاي? فبالتالي التصرف الغاز مش سابت. ساعات يزيد وساعات يقل. هي بقى الجهاز ده اللي بيعمل او بيحاول يسبت البليا دي آآ سابت على طول. يعني مسلا. التانية دي هو راكب هنا. وزي ما انت شايفين انت ساستوى الفيديو والصورة. والبليا ستة تماما. ماخدين بالكم ازاي? ان البليا ستة متحركش. معناها ان التصرف الخارج من الجهاز الكلور سابت. ده اللي بيعمله ايه? اللي بيعمله الديفرينشال بريجر ريجوليتر. آآ هو بيعمل الكلام ده ازاي? ممكن نفهم الكلام ده لما نشوف. اولا هو الجهاز ده. كويس? هو برضو زي كل اجهزة التحكم او الكلور هو عبارة عن رق وسستة. وبينظم هو ايه التصرف ده? ازاي بقى? نقدر هو زي ما شايفين آآ الجاي هنا بيكونوا اخد اشارتين. اشارة من التفريغ اللي جايله من الاجيكتور. ومن ناحية التانية في اشارة تانية جايله من ايه? اللي هو خروج جهاز القياس. بين الاتنين دولي الرق موجود. والرق ده بيزبط التصرف من خلال القناة التانية دية بحيس ان يخلي دايما التصرف او آآ معدل تحرك الغاز او تصرف الغاز سابت ببوسطة الرق اللي انت شايفينه ده وبوسطة الموجود. المهم ان احنا نكونوا عارفين ان الحاجة دي مهمة جدا عشان تزبط لنا تصرف الكالورة او تصرف الكلور تصرف حان الكلور وبالتالي احنا محتاجين ان هو يركب خاصة فيه الاجهزة الكبيرة. يبقى انا لما يكون عندي آآ طلبية كلور وحنطلب كلور وعندي آآ اكتر من جهاز حقن. هنطلبه اكتر نقطة الحقن. وعندي اكتر من جهاز آآ قياس. فساعتها الاجهزة القياس او نقطة الحقن اللي هتحتاج تصرفات عالية اكتر من خمساشر كيلو في الساعة. فلازم بنطلب لها الى قال لي من كده يعني مسلا لو جهاز توارئ او جهاز هنفترض جهاز آآ حقن نهائي والجرعة بتاعته تكون صغيرة. يعني حوالي تلاتة كيلو او ستة كيلو يبقى الجهاز ده اكيد ما بيحتاجش الديفرينشل برجر ريجوليتور اللي اللي احنا بنتكلم عليه. ده في حاجة اسمها محبس عدم الفقوع او آآ بتاع الاجيكتور اللي هو بيركب فوق ايجيكتور على طول آآ القصة ايه اخواننا بقى ان الاجيكتور دوه بيكونوا دخله المية بضغط عالي وتروح لنقط الحق. فلما بتجري المية بسرعة عالية داخل الاجيكتور فنتيجة الخانقة الموجودة فيه فبتسحب غاز الكدور. طيب احيانا آآ اللي بيحصل ان ترمباط البوستر بتقف بنقف ترمباط البوستر لكن تزال الخط ده تحت ضغط عالي. فلو حصل ان هو المية ما بتجريش فبالتالي مش هحصل تفريغ. لكن اللي بيحصل ان ضغط المية تريد ترجع وتطلع على الجهاز. آآ عشان نمنع ان المية تروح على الاجهزة القياس. واجهزة الكرور. طبعا المية بنقولك تحت ضغط عالي. رغم من المية مش ماشية. لكن ترمباط البوستر الضغط بتاعها تر تاحها ده ضغطه بيكون عالي. فبالتالي آآ بمجرد ما تقف ترمباط البوستر تبسيد المية تروح عشان تطلع على جهاز الكرور. النان رتين فالف ده آآ وظفته ان هو بيمنع المية انها تخش على الجهاز وبالتالي بيحمي الجهاز من الاعطال. آآ برضو الجزء ده عبارة عن رئ وسستة وآآ جزء آآ دخول وخروج نفس الكل الاجهزة الكرور بنفس المنظر اللي بيبوض فيها عادقة ممكن يكون الياي ان هو بيتاكل. فا او بيضعف بيحتاج يتغير. الرئ آآ نادرا لما بيحصل له حاجة لكن لما بيحصل المفروض ان هو بلوخة غيار. شايفين هو بيركب كده? آآ سؤال هنا مهم جدا اخدوا بالكم. هل الايجيكتور والنان رتن فالف دولي اللي هم تريد تركيب سابته? يعني مثلا نقدر نقول ان الايجيكتور ده ينفع يركب رأسي ولا لا? يرقب افقي ولا لا الايجيكتور? شوفوا الايجيكتور ممكن يركب رأسي افقي ما فيش مشكلة. هي المشكلة في النان رتن فالف ان هو مركبش غير بالمنظر ده. يركب والرق افقي. واخدين بالكم يعني ان رتن فالف له طريق تركيب سابته. ما ينفعش انه ينام. او افق الليل ان هو شغال بطريقة ميكانيكية على سوستة ورق. فلو اتغير مكانه يبقى حمل على السوستة وعالياي وبالتالي ممكن يفضل مفتوح على طول. فممكن نشوف احنا الايجيكتور في بعض المحطات ايجيكتور افقي. راكب افقي. وبعض المحطات نشوف الايجيكتور راكب رأسي. لكن في كل الحالات النان رتن فالف ده لازم يركب بالمنظر ده. بالطريقة الافقية دي. زي ما تشايفين عاملين وصله ازاي? ومركبينه بالطريقة دي. بعد كده عندنا حاجة تانية اسمها محبس كسر التفريغ. او ايه بقى قصة ده يا اخوانا بيركب بعد الايجيكتور. مكانه هنا زي ما تشايفين. طيب ده بيعملي ايه? ده اه في بعض المحطات بتكون الحقن في نقطة منخفضة جدا عن مكان اجهزة فبالتالي المية بعد ما تعد من وتنزل على اه نقطة الحقن بتكون نقطة الحقن منخفضة فبالتالي بيكون حتى لو وقفنا البوستر نفسه عشان يوقف فحنبطل طنبة البوستر المفروض كلور يقف. لكن اللي بيحصل ان تن المية ماشية لان فيه سايفون. المكان المخفض ده بيخلي المية بتعمل سحب على طول المية وعلى طول الكلور شغال رغم ان ترومبطل بوستر ايه مش شغالة. ده وظيفته ايه? وظيفته انه لما انخفض التفريغ يبقى باختصار المية ما بقيتش بتجري. يعني ترومبطل بوستر وقفت. فعلى طول هو بيفتح. الفاكين بريكر ده بيفتح ويدخل الهواء الجوي للمنظومة عشان يمنع خالص ظاهرة السايفون دي. وبالتالي يوقف الكلور. ده وظيفة محبس كسر التفريغ. طيب في بعد كده الملحقات. الملحقات دي زي بيسموها الاكسسورات بتاعة المنظومة. ودي منها مسلا محبس تخفيض الضغط. الفلاتر او مجمعات مجمع قطرات. العدادات عدادات الضغط وعداد التفريغ الاوناج والميزان وحاسس الكلور كل دي ملحقات لمنظومة الكلور. كل حاجة من دي لها وظيفة. في البداية مكانهم فيه? بداية الفلتر مكانه في قوضة على في قوضة الضغط المفتفع على المانيفولد بتاعة اللي هي الموسير السيملس اللي خارجة من الاستوانات ومكانه قبل الفاكيام ليه? لان هو وظيفته وظيفة الفلتر ان هو بيشيل حاجة كانوا عندي بالتفصيل لكن وظيفته ان هو جاي يحمي الفاكيام فيه كمان عندنا محبس تخفيض الضغط برضو في نفس الاوضة. في عندنا كمان آآ المجمع القطرات. في عندنا كمان حساس الكلور. في عندنا آآ خرطوشة كاربون. زي ما نشايفين كل دي ملحقات موجودة داخل غرفة الضغط المفتفع. بداية المحبس تخفيض الضغط زي ما نشايفين هو عبارة عن محبس. الغاز بيعدي فيه وبيكون على سوستة. آآ هدف السوستة دي الاوليائي ده ان هو بيخفض ضغط الغاز لو كان الضغط صلى من الصناعة حوالي تسعة بار ولا حاجة يخفضوا يوصلوا لتلاتة بار تعريبا او زي ما احنا بنحدد. المهم هدف ايه بقى هدف محبس تخفيض الضغط ده ان هو بيكون موجود قبل عشان الضغط اللي يبقى قليل هو بتالي بيحافظ على زي ما احنا قلنا ده هو قلب منظومة الكلور لازم نحافظ عليها فبنحط الكلام ده قبليه زي ما انتم شايفين المحبس تخفيض الضغط ده بيكون عليه ممكن يركب عليه عداد بحيس يقول لك الضغط اللي ايه بتاع الخط بتاع الضغط العالي قد ايه بحيس تبقى انت عارف ان كانوا فعلا قاين بشغله او او لا. محبس تخفيض الضغط لما بيجي نطلبه المفروض ان احنا بنقول ان هو شغال نوع الغاز اللي شغال في ايه اقصى ضغط يتحمله قد ايه ضغط التشغيل اللي احنا عايزين هو قد ايه لازم يكون محددين كمان ان كان هو حيركب حجمه كبير يبقى ان هو يركب على على حيطة ولا احنا هركبه على الخط على طول لازم كمان بنحدد تصرف اللي بيعدي فيه قد ايه ايه الكلام ده لما نيجي نطلب يعني ان احنا نشتري ايه محبس تخفيض الضغط احنا مشكلتنا اللي انا شفتها في معظم الزملاء يعني او في المحطات ان هو بيجي يطلب المنظومة بتاعته ما بيعش عارف يطلب ايه لا ده حاجة مهمة ودي بتكون قبل على طول وبيتكون في الغرفة اللي هي فيها الضغط المرتفع طبعا احنا بنقول ان هو بركب على حناكب على خط لازم نقول خط قطر خط كام مزبوط طيب هنا اهو هنا راكب زي ما شايفين خطه يعني حجمه ضخم وراكب على حيطة بالمنظر ده هو تمام اه كمان اه حاجة اسمها مجمع قطرات ايه مجمع قطرات دي او او الواي فلتر ايه واي فلتر واي فلتر ده عبارة عن مصيادة بتصد الشوائب اللي ماشية مع غاز كله طبعا الشوائب دي بتكون موجودة في الغاز اثناء تحركه هو راح واحنا نجو احنا مركبين الواي فلتر ده قبل عشان برضو يحمي ان يخش له شوائب بحيس انها ممكن تسبب في تعطله او عدم اداؤه لمهمته اللي هو ده اللي هو فلتر او المصيادة اللي بتركب نوع من نوع المصايد اللي ممكن تركب قبل ايه مصايدة الشوائب يعني قبل مجمع القطرات مجمع القطرات والسخان ده برضو بيركب ممكن يركب على اه الخط هو بتاع الخط الضغط العالي بعد كل تلات اربع سترنات تيركب واحد زي كده ممكن وده يبقى هدفه ان هو بيجمع القطرات السيل تتجمع فيه وفيه هو فيه سخان بحيس ان هو القطرات دي على طول يعمل تبخرها ويمنع وصول الكولور السيل ليه برضو ايه الفاكا مريجوليتور تمام اه الفاكا مريجوليتور اجزاء كلها بتكون من البلاستيك وفي حالة دخول الكولور السيل على طول بيحصل اه مشكلة وممكن نيبوز فاحنا بنحاول كل الكلام نعمله ده احنا بنحاول ان احنا نحافظ على ايه الفاكا مريجوليتور طيب بالنسبة العددات الضغط فيه دايما الخطوط بتاعتنا المفروض بيركب عليها عددات الضغط وعددات تفريغ يعني خطوط الضغط المرتفع بيركب عليها عددات الضغط المرتفع وعددات اه بتركب على خطوط التفريغ عشان نعرف نكون احنا كده شغالين صحة ولا غلط يعني مسلا اه اه الضغط ده بيبين لنا الخط بتاع السطونات فيه كلور ولا ما فيش ويبقى احنا عارفين احنا شغالين صحة ولا غلط ولو خط تفريغ يبقى برضو نكون واخدين بالنا ان خط التفريغ آآ فيه تفريغ جيد ولا لا ويسحق والجهاز بيرفع ولا لا ممكن نعرف السبب من خلال العددات دي. طيب لها مواصفة هي لها مواصفة. بداية ما ينفعش اي عداد ناخدوه يركب كده. العدد دي بتكون آآ لها مواصفة خاصة لان المفروض ان هو بيكون من جوه بيكون في غشاء آآ بيمنع ان الغاز يوصل للاجزاء الداخلية للعداد. يعني تحت الياي بيكون في آآ آآ رق ورق ده بيكون وظيفته ان الغاز لما بيخش له بيمنع دخول الغاز للاجزاء الداخلية الياي والاجزاء المعدنية اللي جوه وإيه اللي حصل لنا تاكل. لو حصل ان واحد تبرع كده وجيه جايب عداد من العدات العادية جدا بتاعت المية تيجي مركبها على الخطة بتاع الموضوع على طول بما بيستمرش يعني ايه اسبوع وتلاقي الايه العداد باز ومبقاش يقرأ. فالافضل ان احنا لما نيجي نشتري الحاجة دي او نطلبها فاحنا بنحدد انها شغالة فيه غاز الحاجة الفلنية وانها بتكون وتكون والمواصفة بتاعت العداد نفسه انها تكون آآ بيسموها آآ دايفرام آآ بريجر جيتش. كده الفلتر والسخان. فلتر والسخان ده برضو جزء بيركب ولكن اخدوا بقى لكم ان ده بيركب قبل آآ محبس آآ تخفيض الضغط وقبل يعني زي ما شايفين في الصورة دي احنا عاد قادي لحاس قادي السخان وهدي آآ محبس تخفيض الضغط وهدي الفاكام ريجليتور. لازم ده بيركب الاول ده بيشيل الشوائب ولو كان فيه قطرات من الكرور آآ السايل موجودة فبيبستخان بيبخرها فبالتالي هو بيمنع كل اي حاجة انها تضر بالمحبس او بالفاكام ريجليتور يعني لما نيجي بقى نرص الرصة دي وهنركب تركيبات دي ازاي؟ هنفترض ان احنا كنا بنركب ميكانه فاحنا عندنا محبس تفريغ الضغط ده اللي هو بيكون موجود قبليه بيركب محبس تخفيض الضغط قبليه بيركب الايه السخان وممكن قبليه بيركب الايه قبل السخان ده بيركب كمان المصيادة او الواي فلتر يبقى احنا زي ما شايفين الموضوع عايز شوية هندسة في رص المنظومة تركب ازاي؟ هنشايفين هنا اهو ادي الايه ادي المصيادة بتاعتنا او السخان وده برضو قبل في الخط قبل الايه قبل الايه بحبس تفريغ او بحق قبل ايه الفاكام inedir regulator امان عندنا الا اوناش والميزان ممكن الونش يكون مزود بميزان زي المنظر ده كده وبالتالي انت ممكن تجي لك الاستوانة وتوزنها وتبقى عارف بالزبét هي وزنها ادي ايه ياما ممكن تكون القاعدة نفسها بتاعت ايه الاستوانة عبارة عن اه ميزان ولو اشارة كهربية وبديجتال على مش ميكانيكي زي العداد التام. اه لما بنيجي بنشتري الكلام ده ففيه طبعا مصفة زي ما كل الاجزاء اللي قبل كده اه اتكلمنا عليها. فاحنا بنقوله المفروض ان احنا بنقول حدود ماذا القياس قد ايه ودقة القياس وان كان هو ديجتال فاحنا عايزين شغال على متن وعشرين ولا على ضغط قد ايه وكمان لو فيه حيقرأ الاستوانات او وزن استوانة في مكان بعيد فالمفروض طول خط الاشارة اللي طلبه قد ايه والاي بي بتاعته يعني الحماية الكهربية الحماية الخاصة بالجهاز تتحدد طبعا تبقى لتركيبه حركة فيم بالزبط. يبقى احنا زي ما انت شايفين كده كل جزء من اجزاء المنظومة بيكون له شروط والشروط لازم تكون محطوطة في ذهننا واحنا بنطلب او بنعمل احلال وتجديد لتركيبات بتاعتنا. ان الموضوع اللي احنا نتكلم فيه ان التركيبات دي مش اي حاجة مش اي نعمل احلال وتجديد او نحب نعمل تعديل في المنظومة بتاعتنا وننقل استوانات في مكان من مكان لمكان او اجهزة من مكان لمكان لازم نكونوا فاهمين وظيفة كل جزء وتركب امتى وايه قابليه وايه بعديه وتصميمه ازاي الخطوط لما تطول ايه اللي حيتغير? اه اجهزة لما تبعد عن استوانات ايه اللي حيتغير? اه ايه اللي يركب فيه المحابس فيه غرف الضغط العالي وايه اللي يركب فيه اه غرف الضغط المخفض? الجهاز بتاعنا محتاج ايه? او مش محتاج ايه? محتاجين ولا مش محتاجينه. اه المواصفة لكل جزء من اجزاء التركيبات دي مهمة جدا اللي بنجي نطلبها. واللي هنفاجأ بان احنا بنطلب حاجات واتبوز في زمن قليل جدا. اه بعوزين كمان نقول ان اه ان في تعريمات لابد الاتزام بها اللي عملها الشركات المصنعة. اه احيانا في بعض الحالات لما نيجي نطلب شركة انها تعمل احنا بنطلب منها انها كمان تشرف على التركيب وتدينا رمان بعد انتهاء التركيب. احنا بنسمح لشركة انها تركب لكن في نفس الوقت لازم نكون فاهمين ان الشركة دي اللي احنا بنشرف واحنا بتاعها احنا اللي بنقول لها كده صحة وكده غلط لان احنا في الاخر احنا اللي حنشيل المسئولية بتاعة التشغيل. اه كمان عايز نقول ان اه 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 حاجة مفهومة وبديهية جدا ان كل الملحقات اللي نتكلم عليها لابد انها تركب قبل في الغرف الضغط ايه المرتفع. لو كان في حساس كولور بيحس بالتسريب فده بيركب طبعا في غرفة الضغط المرتفع ما ينفعش احنا نروح نركبه. اللي هي اللي هي احتمال التسريب فيها يحصل. مش في الغرفة الضغط المخفض. كمان اه اي اه جزء بنطلبه لابد ان احنا بيكون محددين احنا عايزين سواء كانت اه اه عددات الضغط او محابس اه كسر التفريغ او محابس اه تخفيض الضغط لازم نقول ان السائل ان الغاز انها بتركب على غاز وانها غاز الجهاز انه هي ينفع انها تشتغل في غاز يعني. اه اخيرا ان اجراءات الامان مهمة جدا لابد ان احنا كمهنسين وكمشغالين المية لازم نكونوا فاهمين ان اه اهم من الجهاز واهم من الاستوانات واهم من البابنا هو الشخص البني ادم اللي موجود وان احنا لازم هدفنا الاول اللي احنا نحافظ عليه في اه صحة جيدة وعشان ناخد منه افضل اه تشغيل لمحطات المية وبالتالي نقدر اه نحقق الهدف اه من اه بونا المحطة وحقق هدفنا بل احنا نوصل اه خدمة المية بطريقة صحيحة. كده انا بحنا وصلنا لانهاية الجزء التاني من تركيبات الكلور. اه عايز نقول لكم انا سعيد بتواصل معكم من خلال اليميل الموجود على الشاشة. واتمنى منكم اه المواصبة ومتابعة قناة اه اوتر تريت من تنورج تونسفير اه تشانل على اليوتيوب. اه بشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.